وضعت وزارة الاسكان محاورها ومرياتها لتنفيذ البرنامج الاسكاني ببناءه 25 ألف وحدة سكنية وفق ما جاء به برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقارن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان أكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بحل حلة الملف الاسكاني وتقليص قوائم الانتظار عندما نتحدث عن شعار برنامج عمل الحكومة سنجده بأنه يتطرق في مضمونه إلى العدل والأمن والرفاه وجميعها وجدت من أجل المواطن فالحكومة عندما صاغت برنامجها وضعت الملف الأبرز في قمة أولوياتها وحددت ملامحه للمرحلة المقبلة الملف الاسكاني فرض نفسه بقوة في برنامج عمل الحكومة لأنه يمس المواطن من جهة ولأن تقليص قوائم الانتظار وحل حلة الملف الاسكاني من جهة هو هدف الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر لذلك جاء برنامج عمل الحكومة ليحدد أهدافه في الملف الاسكاني وذلك ببناء 25 ألف وحدة سكنية في جميع مدن وقرى المملكة نحن في وزارة الاسكان الجهود منذ أكثر من شهر ونص في تسليم العديد من مشاعر الاسكانية التي في الواقع امتدت لتشمل كل مناطق وقرى ومحافظة البحرين لغاية الآن وزعنا أكثر من 1900 وحدة سكنية والحقيقة هذه الوحدات السكنية تندرج من ضمن 25 ألف وحدة سكنية من ضمن برنامج عمل الحكومة واللي في الواقع يعكس جدية الحكومة الموقعة في التعامل مع الملف الاسكاني جميع السياسات والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الاسكان إضافة إلى اهتمام القيادة الرشيدة اللامحدود في هذا الملف الحيوي كان وراء ما لمسناه اليوم من سرعة إنجاز الوحدات الاسكانية المرحلة المقبلة أيضا رح تشهد توزيع العديد من الوحدات السكنية نتيجة تسارع العمل في المشاريع الاسكانية وهذه طبعا يأتي من خلال عمل وزارة بكل جدية من خلال أكثر من مسار هناك المشاريع التي تبنيها وزارة الاسكان وأيضا هناك المشاريع التي تبنيها وزارة الاسكان بالتعامل مع القطاع الخاص بالإضافة إلى البرامج والمبادرات الأخرى وزارة الاسكان مستمرة في تنفيذ ما جاء ضمن برنامج عمل الحكومة ولن تألو جهدا في جعل هذا الملف يسير بخطا ثابتة دون أن تكون هناك قوائم انتظار طويلة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين